وقد استقبل سيادة رئيس الباجي قاد السبسي رئيس الجمهورية التونسية رئيس غرفة تجارة وصنعة البحرين السيد خالد عبد الرحمن المؤيد صباح اليوم وعددا من رجال الأعمال البحرينيين في مقر إقامة سيادته وخلال اللقاء ناقش سيادة الرئيس التونسي مع رجال الأعمال المشاريع المشتركة بين البلدين وسبل تنشيطها ورحب بفتح مجالات الاستثمارات في تونس أمام رجال الأعمال البحرينيين مشيرا لأن الجمهورية التونسية عاملت على تطوير القوانين الخاصة بالاستثمار لإعطاء الفرصة للمستثمرين الأجانب وقد عبر رئيس غرفة تجارة وصنعة البحرين السيد خالد عبد الرحمن المؤيد ووفد رجال الأعمال عن بالغ شكرهم وتقديرهم للرئيس التونسي على حرصه على تعزيز مجالات التعاون التجارية والاقتصادية بين البلدين